السلام عليكم طلاب الباحث طلاب الصف السادس اليوم رح نبدأ بالوحدة الثالثة من مادة العلوم وهي عبارة عن فصلين رح نحكي في الفصل الأول عن مصادر المياه الاعتيادية والغير اعتيادية ورح نحكي في الفصل الثاني عن المياه الموجودة في الأردن ورح نحكي عن المشاكل اللي بتواجهها الأردن في المياه ورح نحكي عن حلول فعالة لحتى تتواجد المي عندنا بشكل مستمر من دون انقطاع في الفصل هذا رح نتعرف على مصادر المياه الاعتيادية ايش المقصود بالمياه الاعتيادية والمياه الغير اعتيادية هون المياه الاعتيادية يعني المياه اللي احنا اعتدنا على وجودها في سطح الأرض او على سطح الأرض اللي هي زي مياه البحار زي مياه المحيطات زي مياه الأنهار زي مياه الأودية زي مياه السدود مياه الأمطار تمام هذه كلياتها مياه موجودة على سطح الأرض لكن هاي المياه بتشكل لي البحار المحيطات الخلجان الأنهار الأودية الينابيع تمام فإحنا بدنا نعرف إنه المية اللي موجودة على سطح الأرض بتنقسم لنوعين إما مياه عذبة طبعا معروف المياه العذبة زي مياه الأنهار أو زي المياه الجوفية أو زي المياه الجليديات هاي مياه صالحة للشرب تمام وللاستخدام أكيد لكن مياه البحار والمحيطات هي مياه مالحة غير صالحة للشرب مياه مالحة فيها ملح كثير لازم ننزع كمية كبيرة من الملح حتى تصبح مياه صالحة للشرب والاستخدام تمام طيب فيه هنا تنويه بدنا ننوه لإنه كوكب الأرض يسمى بالكوكب الأزرق وشو السبب إنه ثلاثة أربع سطح الأرض بتكون من مياه وهاي الرسم اللي موجودة عندكو في الكتاب تعطيك نسبة المياه الموجودة على سطح الأرض نسبة المياه المالحة على سطح الأرض 97.5% هي مياه بحار ومحيطات ونسبة المياه العذبة اللي موجودة على سطح الأرض وصالحة للشرب والاستخدام 2.5% هلأ هاي المياه العذبة هي عبارة عن مياه جليديات يعني مياه متجمدة ومياه جوفية وفي عندي كمان مياه عذبة سطحية يعني بقصد زي مياه الأنهار اللي بتجري على سطح الأرض ووضحة إلنا طب شو هي المياه الجوفية ميس اللي هي المياه اللي موجودة في باطن الأرض وهلأ رح نتعرف عليهم تمام؟ نيجي هون بسألني سؤال ما أكثر المياه انتشارا على سطح الأرض؟ أكيد مياه البحار والمحيطات شو نسبتها من مجموع مياه الأرض؟ 97.5% بنوية هل تصلح مياه البحار والمحيطات للشرب بشكل مباشر؟ مباشرة أنا أشرب ميت البحر أو المحيط إذا تواجدت على سطح البحر مثلا؟ لا طبعا شو السبب؟ لماذا؟ لأنها مياه مالحة طب شو الطرق اللي بتخلينا نقدر نشرب مية البحر زي ما هو موجود في دول الخليج العربي زي السعودية، زي الكويت، قطر، البحرين ما بيعتمدوا على المياه اللي موجودة عندهم في البيوت هاي بيستخدموها بس للاغتسال، للاستحمام، للنظافة، للعناية بالمزرعات أما المياه اللي بيشربوها هي مياه جاية من محطات تحلية المياه شو هي هاي المحطات؟ بتنزع المية اللي جايتهم من البحر تمام؟ إذن شو هي الطريقة في تحليتها؟ في من طرقها كثير، لكن انتو الطريقة اللي بتعرفوها التقطير تمام؟ طريقة التقطير اللي هي عملية التبخر أول إشي للمية، فبيظل عندي مترسب الملح بعدين المية اللي تبخرت صارت بخار ماء ساخن، نعمل لها عملية تكاثف، تمام؟ لما تنعمل لها عملية تكاثف، بتنزل عندي في وعاء ثاني مية مقطرة بنسميها، يعني مية منزع منها الملح، تمام؟ لكن في طرق أخرى كمان لتحليت المياه، رح تعرفوها في الصفوف القادم إن شاء الله من أين نحصل على المياه العذبة؟ أكيد بنحصل على المية العذبة من المياه الجوفية اللي موجودة في بطن الأرض، من الجليديات، وفي عندي مياه عذبة موجودة على سطح الأرض زي مياه الأنهار، تمام؟ طيب، شو نسبة مجموعة من مياه الأرض؟ 2.5%، تمام؟ هلأ نفس المياه العذبة اللي موجودة على سطح الأرض، النسبة الأكبر من المياه العذبة هي مياه جليديات، طيب إحنا ليش ما نستخدمها هاي المياه؟ ففي عندكو هون سؤال مهم، ممكن يجيكي على شكل ضع دائرة، لماذا لا نستخدمها الآن للحصول على المياه العذبة؟ عن إيش بسأل؟ بسأل عن مياه الجليديات، طبعا السبب إنه صعب نوصل إلها بشكل مباشر، اثنين تكلفتها عالية، فإحنا بنعتمد على المياه الجوفية في الحقيقة بشكل أكبر، تمام؟ طيب، هون بدنا نأخذ أول مصدر من مصادر المياه الاعتيادية، اللي هي المياه السطحية والمياه الجوفية، خلينا نركز، مصادر المياه الاعتيادية، مياه سطحية ومياه جوفية، شو يعني مياه سطحية؟ ما هي المياه السطحية؟ مياه بتجري على سطح الأرض، من وين بتجينا هاي المياه؟ رقم واحد مياه الأمطار، ورقم اثنين مياه السدود، طبعا مياه الأمطار في الشكل اللي موجود أمامنا وأخذناه وتعرفنا عليه في الصف الخامس يا سادس، دورة الماء في الطبيعة، كلياتنا منعرف إن الشمس لما تتعرض المسطحات المائية كالبحار والمحيطات والأنهار لدرجات حرارة عالية من الشمس، فبتسخن هاي المسطحات، لما تسخن بدها تصير عملية تبخر للماء، فلما بتحدث عملية التبخر بتصاعد بخار الماء الساخن لطبقات الجو العليا، فلما يلامس بخار الماء الساخن طبقات الجو العليا الباردة بتحدث له عملية تكاثف، إذن هاي نركز عليها يا سادس، ممكن تجينا على شكل ضع دائرة، هذي معلومات، فالمعلومات اللي موجودة عندي في هاي الرسمة إنه في دورة ماء في الطبيعة، وكلياتنا منعرف ليش سميت بدورة ماء؟ لأنه هي فعليا حركة المياه مستمرة، ما بين الأرض وطبقات الجو العليا، أول إشي بتصير عملية تبخر للمياه اللي موجودة على سطح الأرض، بعد عملية التبخر بتصير عملية تكاثف في طبقات الجو العليا، وبعدين بتصير عندي عملية الهطل، والهطل ممكن يكون بأشكاله، إما مطر وإما ثلج وإما برد، تمام؟ أنا هون لما تنزل مياه الأمطار، هذا اللي بهمني في الصف السادس، لما تنزل مياه الأمطار على سطح الأرض، رح تسلك مسلكين، إما تبقى جارية على سطح الأرض، فبتشكل لي ترجع لمياه البحار والمحيطات، أو بتشكل لي أودية وأنهار، تمام؟ وإما جزء منها بتسرب لباطن الأرض، لجوف الأرض، وبشكل لي مياه جوفية، بشكل لي مياه جوفية، فلماذا سميت بمياه جوفية؟ لأنها مياه تأتي من مياه الأمطار الجارية على سطح الأرض، لكن تسربت عن طريق الصخور، تمام؟ اللي هي طبقات الأرض، إلى باطن الأرض، إلى جوف الأرض، تمام؟ ففي عندي هون أسئلة على هذا الشكل، أذكر مصادر المياه التي توجد على سطح الأرض، شو مصادر المياه اللي إحنا شايفينها في الشكل؟ شايفين بحر، وشايفين نهر، شايفين ممكن بحيرات كمان، تمام؟ طيب، ماذا تسمى المياه التي توجد على سطح الأرض؟ مية موجودة على سطح الأرض، تجري على سطح الأرض، إذن مياه سطحية على السطح، بنشوفها ماذا تسمى المياه التي توجد في باطن الأرض؟ تمام؟ مياه جوفية، مياه أنا ما بشوفها، مخزنة في باطن الأرض، بين طبقات الأرض، تمام؟ طيب، هون بدنا نحدد أنه عندما تسقط مياه الأمطار على الأرض، يتبخر جزء منها ليعود إلى الأرض على شكل أمطار ويجري جزء على سطحها وتسمى مياه سطحية والجزء الاخر يتسرب الى باطن الارض ليشكل مياه جوفية تمام نيجي هون يا سادس للمياه السدود مياه السدود فيه عندي سدود كثيرة موجودة في الاردن وبنسمع فيها زي هون عندي في الشكل سد وادي الموجب وفيه عندي كمان سد الملك الطلال وفيه عندي كمان سد الوحدة هاي السدود اول اشي انا بدي اتعرف شو يعني سد ما هو السد شو معنى سد السد يا ميس يقام على مجاري سيول الاودية والانهار يعني وين في عندي نهر وين في عندي اودية فيها تجري مياه انا بروح بنشئ سدود هاي السدود طبعا زي ما انتو شيكين في هذا الشكل هيك بيكون شكلها زي كأنها منطقة محصورة تمام بصخور وطبقات صخرية كبيرة هاي السدود شو الهدف من انشاءها طبعا اكيد اجمع المياه اللي بتيجي من الانهار واللي بتيجي من الاودية وكمان بقدر اجمع منها مياه الامطار اللي بتسقط تمام طبعا في الاردن موجود عندي كثير سدود نعيدها سد الملك طلال سد الوحدة وسد وادي الموجب في ماذا نستخدمها هذه المياه؟ طبعا استخداماتها استخدامين وهون انا حط سؤال انا هون حط سؤال اه وحتى سؤال موجود عندك في الكتاب اذكر اثنين من استخدامات مياه السدود تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية زي ما ذكرنا في الفصل اللي فات احدى مصادر الطاقة هي الطاقة المائية وسميت بالطاقة الكهربائية لانه المياه الجارية من اعالي السدود تستطيع ان تولد لنا طاقة كهربائية تمام فانتم اخذين الفكرة قبل هالمرة وهي بس هاي تثبيت لها تمام الاستخدام الثاني ري المزروعات نسقي الاشجار الاعشاب الحدائق العامة اللي موجودة في الطرقات والشوارع والمزارع تمام طيب السؤال الاول اين يمكن ان تقام السدود على مجال الاودية والانهار لماذا تقام السدود لتجميع المياه اعطيني اثنين من استخدامات المياه السدود حكي ان توليد طاقة كهربائية وتستخدم في ري المزروعات هذا بالنسبة لمياه السدود عندك واجب اقوم تعلمي السؤال الاول اجب بنعم او لا امام العبارات ويا ريت ان نصلح العبارة الخطأ او نعرف وان الخطأ تمام والسؤال الثاني في عندي مصادر للمياه العذبة بدك تذكر اسم المصدر المي العذبة او اذا كانت هاي المياه العذبة جوفية ام سطحية تمام